السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لمحاضرة التأهيل البدني لإصابات الرياضية هنتكلم بقى النهاردة عن التمرنات التأهيلية وهنتكلم على أهداف التمرنات التأهيلية وهنتكلم كمان على مراحل وأهداف التأهيل وهنتكلم على التقييم لعودة اللاعب المصاب للملعة تاني أو عودة اللاعب لممارسة النشاط الرياضي بتاعه وطبعا كنا تكلمنا قبل كده على التشريح في المجال الرياضي وتكلمنا على أنواع الإصابات ومبادئ الإصابات وتكلمنا على التدليق وكنا تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت بقى عن التأهيل وتكلمنا على أهمية التأهيل وأهداف التأهيل وقصص بناء البرنامج التأهيلي وكمان الشروط التي يجب مراعطاها عند تنفيذ البرنامج التأهيلي هنبدأ بقى النهاردة بأهداف التمرنات التأهيلية الاول خليني اقول لك ان التامرينات التأهلية ده هي التامرينات تأهلية دي يا جماعة بدأ اه يحصل اهتمام بيها بشكل كبر جدا في الفترة الاخيرة اه لانه طبعا بدأ يحصل اصابات كتير كمان بدأت الثقافة تتغير بدأ يبقى فيه دور كبير للتأهيل والعلاج الطبيعي يعني الاول كان الشخص لما بيتعرض لاصابة بيهمل الجانب الخاص بالتأهيل والكلام ده كله لكن بدأ يبقى فيه اهتمام بدأت الثقافة تتغير والكلام ده كله فعشان كده التامرينات التأهيلية اللي هي التامرينات العلاجية تحديدا بدأ يبقى ليها دور وبدأت تنتشر بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة سواء بقى كانت علاج طبيعي أو سواء كان التأهيل بدني بعد الإصابات فكل ده بدأ ان هو ينتشر زي ما قلتلك ممكن كمان بدأ يحصل انتشار كمان لحالات الانحرافات القوامية فبدأ يبقى فيه دور كبير جدا بالنسبة للتأهيل في علاج الانحرافات القوامية وتشوهات القوامية إصابات الملاعب الكلام ده كله بدأ الناس تتجه للعلاج الطبيعي والتأهيل بعد الإصابات وبدأوا انهم يعني يقللوا شوية بقى من الأدوية والحقن والكلام ده كله فدي حاجة بدأت انها تحصل مؤخرا يعني بدأت الثقافة يعني تتوسع شوية عن الأول فالتأهيلية ديت احنا بنقديها بعد ما بتحصل الإصابة بشكل مباشر وده طبعا بسعيد اللاعب بتاع النواية يرجع تاني لممارسة النشاط الرياضي بتاعه بشكل أسرع فاحنا هنتكلم بقى على أهداف التأهيلية عندي أول حاجة المحافظة على حجم ووظيفة الأجزاء المصابة وعلى النجمة العضلية تاني حاجة بمنع أو منع التشنجات والتقلصات العضلية قالت حاجة تقوية العضلات العاملة على الطرف المصاب رقم 4 تحسين المدى الحركي للمفصل رقم 5 الحصول على الاتزام بين المجموعات العضلية نيجي كمان عندنا رقم 6 عندنا بيزيد الإحساس بالتنبيه الداخلي للجهاز العصبي وبساعد كمان على عدم تيبس المفاصل خصوصا بقى لو هنستخدم الجبس أو في الإصابات اللي هي زي إصابات القصور اللي احنا بنبدأ نستخدم فيها الجبس عندي كمان آآ بيعمل حفظ أو بيعمل تحفظ للاسترخاء العضلة أو بيساعد على استرخاء العضلات طيب تقسيمات التمرينات التأهلية تمرينات التأهلية دي بتنقسم لأربع تقسيمات اللي هم آآ التمرينات السلبية عند التمرينات الإيجابية التمرينات آآ بمساعدة التمرينات بمقاومة يبقى تمرينات السلبية تمرينات إيجابية تمرينات بمساعدة تمرينات بمقاومة التمرينات السلبية اللي هي أول تقسيم لتقسيمات التمرينات التأهلية اللي هي بيحصل فيها تحريك للجزء المصاب آآ بواسطة شخصة أو بواسطة جهاز آآ وما بيحصلش بقى اي جهضة عضلي بالنسبة للشخص المصاب ده ما بيعملش اي جهضة عضلي وهو بيقدت تمرين السلبية ده خالص اما التمرين الايجابية النوع ده من التمرينات بيبدأ المصاب بقى بيبدأ ان هو ينفذ حركة انت بتقول له عليها يعني الاخصاء بيقول للمصاب على حركة ينفذها وفي الحالة دي دي المصاب بينفذ الحركة بقى بدون مساعدة وبيبدأ ان هو يعتمد بقى بشكل كبير جدا على الانكباض العضل اللي هو بيقديه هو تمام رقم تلاتة التمرينات بمساعدة اللي هي بقى بيبدأ المصاب هنا ان هو يحرق الجزء المصاب ده بمساعدة شخص يعني ممكن مثلا تبقى انت كاخصائي المريض ده او المصاب ده بيعمل تمرين انت بتساعده بايدك علشان تساعد العضلة وهي اه اصناء الانكباض بتاعها فتبدأ ان انت ترفع مسلا بايدك او تسنب بايدك كده حاجات بسيطة رقم اربعة التمرينات بمقاومة والنوع ده او التقسيم ده من التمرينات التأهلية هنا الشخص المصاب ده بيقدل حركة ضد مقاومة المقاومة دي تبقى ممكن تبقى اه سكر اللي هو مسلا اوزان ممكن يبقى قاستك مقاومة ممكن يبقى مسلا ايد المعالج اللي هو مسلا بيرفع رجله الاعلى او انت بتقاوم بايدك لاسفل او بتسبتها اه اه في النهاية المرحلة دي او النوع ده من التمرينات التأهلية بيقدل المصاب الحركة ضد مقاومة سواء بقى سوق اه سوق اللي هو وزن او يد معالج او اي ان كان نوع المقاومة التمرينات التأهلية المستخدمة في علاج المصابين عندي التمرينات الساكنة وعندي التمرينات اه المتحركة فالاول خلينا اكلمك على التمرينات اللي احنا بنستخدمها بقى في علاج المصابين التمرينات ديت او التدريبات التأهلية ديت مهمة جدا لانها بتساعدني او بتخلينا اشتغل على ان انا اقول عضلات بالنسبة للشخص المصاب ولها اهمية قصوى كمان او لها اهمية اه لما باجي اعمل اعداد وتأهيل للعب بتاعي قبل ما بيرجع تاني للملعب وكمان ممكن ان انا اشتغل على الكلام ده برضو بعد الاصابة اه في الملعب لو انا مسلا بشتغل بقى اه بابدأ ان انا اول ما اللعب بتعرض لاصابة بابدأ ان انا اشتغل معايا تمرنات علاجية كده اه ده بعد الاصابة على طول في الملعب اه لو الاصابة بتاعته اه بسيطة لو الاصابة بتاعته طبعا شديدة بيتم نقله للمستشفى اه فهي كلها على حسب درجة الاصابة يعني كمان ممكن ان انا استخدم التمرنات التأهلية دي في فترة التسبيت في الجبس ازي ما قلنا من شوية اه ان احنا اه اه او اهمية التمرنات هي بتساعدني ان ما يحصلش تيبس للمفاصل والتيبس ده بيحصل نتيجة ان انا ميثبت المفاصل ده في الجبس لمدة زمنية او لفترة طويلة فبالتالي بيبدأ يحصل تيبس للمفاصل فانا التمرنات التأهلية ديت بتساعدني ان انا اه التيبس ده او بتساعدني ان انا اشارك الرياض ان هو يتخيل التمرين او يتخيل الحرقة اه وبتخيل بقى اللي هو لما بيعمل عملية التخيل ديت او التصور للزهن ده بيبدأ ان هو يعمل اداء العضلات تحت الجبس فبالتالي بيبدأ ان انا اقلل شوية التيبس في المفاصل بسبب طبعا او نتيجة التنبيه اه للمسارات العصبية والمسارات الحسية اللي هي موجودة عندي في الجسم وخصوصا بقى في الجزء المصاب فاحنا مش عايزين يعني ندخل في الموضوع ده بشكل اكبر اه انت ممكن يعني تبحس عنه هتلاقي طبعا معلومات كتير جدا في التمرنات التأهلية اه فالمحاضرة مش التمرنات التأهلية كلها لا ده يعتبر جزء بسيط انت ممكن تبحس هتلاقي معلومات اكتر من كده بكتير فانا عندي التمرنات الساكنة لها مميزات ولها عيوب اه التمرنات الساكنة ديت من اه من مميزاتها ان هي لا تحدث حرقة للمفصل المصاب اثناء تطبيقها يعني انا لما بايجي اشتغل تمرنات ساكنة اللي هي التمرين السابقة اللي احنا قلنا ان احنا بنشتغلها في بداية الاصابة او المرحلة الاولى من التأهيل دي ما بيحصلش فيها حرقة للمفصل المصاب تاني حاجة تزداد النجمة العضلية بشدة اثناء استخدام التمرنات الساكنة رقم تلاتة تعمل على زيادة تضفق الدم وزيادة كفاءة الدورة الدموية رقم اربعة زيادة القوى العضلية بعد الاصابة او بعد العمليات الجراحية بشكل مباشر كمان يا جماعة التمرنات الساكنة ديت بتساعدني اه ان انا يعني اعجل من سرعة الشفاء بعد الاصابة على طول لان في ناس اه بتبدأ ان هي تاخد فترة شوية بعد الاصابة وبعد كده بتبدأ تنزل تأهيل والكلام ده كله فيفضل ان انت تستخدم التمرنات اللي هي الساكنة ديت بعد الاصابة على طول حتى لو مش هتنزل اه تأهيل دلوقتي او علاج طبيعي دلوقتي المفروض اخصاء الاصابات اللي هو متواجد معاك في في الفرقة بتاعتك او الكلام ده كله يقول لك على تمرين كده تكون تمرين بسيطة اه تمرين اللي هي اه تمرين كلها طبعا ساكنة اللي هو يقديها كده في البيت لحد ما اه ييجي تاني النادي او لحد ما ينزل يعمل العلاج الطبيعي بحيث ان هو يعني يشتغل كده لحد ما ينزل العلاج طبيعي اهم حاجة ان هو يعني ما يقعدش روحة سلبية كده وفي نفس الوقت ما ينفعش تديله تمرين اه ما يعني ما ينفعش فيه بعض التمرين اه بتكون صعبة شوية بتكون احمالها شديدة شوية فدي لازما يقديها وانت موجود معاه علشان ما يحصلش اي مشكلة وعشان مسلا انت صحح له الاخطاء والكلام ده كله وفيه تمرين تانية التمرين تانية دي بتكون تمرين بسيطة وسهلة اه وطبعا اي حد بيقديها ما فيش مشكلة فانت التمرين دي بتكون انت متأكد ان هو حتى كمان هو لو قديها او مهما عملها كتير اه مش هتضره او مش هتعمل له مشكلة يعني انا حتى كمان لما قلت ان تمرينات الساكنة اللي لها مميزات وعيوب كلمة العيوب اللي انا اقلتها مش معناها ان هي ممكن تسبب اعراض جانبية او اصاب جانبية او الكلام ده كله لا خالص انا قلت يعني العيوب دي احنا هنشرحها دلوقتي هتلاقي مسلا ان العضلة بتفكت قوتها بسرعة على عكس التمرينات المتحركة هتلاقي مسلا ان هي بتعمل اجهاد للعضلة وطبعا الاجهاد ده ده حاجة طبيعية نتيجة ان انت بتعمل اه نشاط بدني او مجهود بدني لفترة زمنية طويلة فطبعا انت في الحالة ديت مش هتقدي يعني مش هتقدي التدريبات ديت اه مدة زمنية طويلة فبالتالي هتبقى يعني مش هتضرك تمام اه نيجي بقى لي العيوب بتاعت استخدام التمرينات السابتة زي ما قلنا فقدان العضلة قوتها بسرعة لا تعمل على تنشيط التوافق العضل العصبي اه التمرينات المتحركة ومميزاتها تمام فان زي ما انا قلت لك كده ان التمرينات السابتة انت ممكن تكون تسمعت كلمة عيوب فقلت ممكن يبقى علىها عيوب او كلم دقله بس هي عيوبها يعني ما سمعاش عيوب كمان احنا ممكن نقوله على قصور لاستخدام التمرينات السابتة نيجي بقى للتمرينات المتحركة التمرينات المتحركة دي اه احنا قلنا ان التمرينات ساكنة ومتحركة اه ده بالنسبة لا نوعة ها لكن بالنسبة لتقسيماتها احنا قلنا ان هم بينقسموا لاربع اه اربع تقسيمات اللي هم السالي اه آه تمرينات سلبية تمرينات ايجابية وتمرنات بمساعدة وتمرنات بمقاومة علشان الناس تكون يعني مركزة معاية تمرينات المتحركة بقى اولمميزات بتاعتها المقافija بيقيق لي فيها الانقباض العضلي عن التمرينات الساكنة اه فكمان التمرينات المتحركة الاول خلينا اقولك ان هي يعني التمرينات بنستخدمها في المراحل اللي هي بعد تطبيق التمرينات الساكنة يعني ما ينفعش اللاعب بتاعي يكون لسة مصاب او اللاعب بتاعي يتعرض الاصابة وجه اشتغل معها تمرينات متحركة وبعد كده بقى اشتغل معها تمرينة سابت لا ماينفعش. فالتمرينت المتحركة دي احنا بنطبقها او احنا بنشتغل النوع ده من التمرينات بعد ما اا نقدر التمرينت اللي هي السابتة او التمرينات الساكنة. علشان التمرينت الساكنة دي هتساعدني ان يحصل اعداد للجزء المصاب ده انه يستجيب معي للتمرنات والعمل العضلي فيبدأ يستجيب معي فهيبدأ ان انا ادي التمرنات للحركة ده بشكل سهل وبشكل بسيط فالتمرنات المتحركة دي بتساعد التمرنات السابتة ان هي توصل للهدف بتاعها تمام اللي هو الهدف ايه ان انا استعيد الوظائف الاساسية الطبيعية للعضو المصاب او الحالة اللي كان عليها قبل ما ما تحصل الاصابة زي ما قلنا فانا عندي التمرنات المتحركة بيقلي فيها الانكباض العضل عن التمرنات الساكنة تاني حاجة توضع فترة استرخاء للعضلة طب يعني ايه؟ توضع فترة استرخاء للعضلة؟ يعني انا دلوقتي لما بشتغل اااا التمرين المتحرك واجي تاني انزل تاني يعني انا باطلع وانزل فانا لما باطلع بشتغل ولما بنزل بتبدأ ايه? يعني قوة الانكباض مسلا يعني ما بتكونش بنفس الانكباض او بتكون بنفس القوة فبالتالي بتب drafting ان انت تاخد فترة استرخاء على ما كمان ما تشتغل بالرجل التانية. فبالتالي بتبدأ ان انت تعمل استرخاء للعضلة. اه مش زي التاملنات السكنة اللي انا بفضل عامل انقباض للعضلة. اه لان طبعا التاملات السكنة هي بتعتمد على انقباض العضل. فانا ببدأ عامل انقباض للعضلة. فعلشان كده التاملنات المتحركة بيكون فيها فترة كده بتبدل العضلة بعد الاسترخاء. رقم تلاتة بتسمح بالاتصال العصبي بين العضلات. اه رقم اه اربعة. اه بتساعد او بتزود عندي الدورة الدموية. اه وكمان بتساعد على زيادة وصول الاكسوجين للانسجة. وكمان ما بتسببش اي اجهاد للعضلات. لان طبعا في فترات لاسترخاء العضلة. فبالتالي ما بتسببش اه اي اجهاد. بتساعد او بتحسن التوافق العضلي. اه نيجي بقى لمراحل اه التأهيل. انا عندي طبعا تلات مراحل عندي الاهداف الاول اه او اهداف التأهيل الاول. انا عندي التأهيلة جماعة اه يعني بيحتوي كده على بعض او بيحتوي على مجموعات اه بنقسمها اه على حسب شدة الاصابة على حسب نوع الاصابة. وكمان بتختلف يعني كل مرحلة الاولى تانية تالتة كل مرحلة بكلها اهداف غير المرحلة التانية. فلانا لازم على شين اروح من المرحلة الاولى للمرحلة التانية لازم اكون محقق اهداف المرحلة اللي قبل كده. يعني عشان اروح للمرحلة التانية لازم ان ابقى حققت مرحلة اهداف المرحلة الاولى. فهي دي اهداف اه مراحل التأهيل. يعني علشان برضو احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن اهداف التأهيل. لا احنا هنا بنتكلم على اهداف مراحل التأهيل. نيجي بقى ليه? التأهيل عندنا بيمر بثلات اه مراحل آآ عندنا المرحلة الاولى عندنا اداف المرحلة الاولى الحد من الالم الحد من الالتهابات التحسين الدورة الدموية في المنطقة المصابة المحافظة على النجمة العضلية عندنا كمان الحماية الكاملة للمنطقة المصابة ومحاولة منع تفاقم الاصابة عندنا المحافظة على كفاءة العمل العضلي وعندنا بقى اهداف المرحلة التانية عندنا طبعا من اهداف المرحلة التانية التخلص من الالتصاقات الانسجة الرخوة. اه وعندنا كمان اه تحسين المدى الحركي. اه وكمان عندنا اه يعني القوى العضلية والمدى الحركة يا جماعة النقطتين دول بيكونوا موجودين معايا في جميع او بيكونوا موجودين معايا في اي حاجة تخص التأهيل. يعني من الحاجات المهمة جدا في التأهيل اننا العضلات بتاعتي تقوى. والمدى الحركي يرجع للحالة الطبيعية بتاعته. دول حاجتين اتنين اساسيين معايا في التأهيل. اه رقم اربعة محاولة التخلص من الالم. اه زيادة التسقاط العصبية العضلية للمنطقة المصابة. عندي اهداف المرحلة التالتة بقى استعادة الحالة الوظيفية للمنطقة المصابة لاقرب ما يكون للحالة الطبيعية. الاتنين التركيز على التمرينات الخاصة برفع اللياقة البدنية. سواء كانت اللياقة البدنية العامة او اللياقة البدنية الخاصة لللاعب. رقم تلاتة استعادة القوى الكاملة للعضلات على المنطقة المصابة. اه رقم اربعة استعادة المدى الحركي الكامل اه للمنطقة المصابة. واستعادة التوافق العصبي اه اه التوافق العضل العصبي. اه وده طبعا لما بيحصل اه يعني لما بيستعادة التوافق العضل العصبي. ده بالتالي كده جماعة بيساعدني ان انا الاداء بتاعي يؤدى بشكل سريع يعني بعد تمرين بتاعي بشكل سريع لما باستعاد التوافق العضلي العصبي او التوافق العصبي والعضري الرقم ستة استعادة قوة التحمل اللي هي لازمة الاداء النشاط اليومي او الاداء اليومي بالنسبة للعب المصاب رقم سبعة استعادة الاداء المهاري والخططي اللي كان عليه اللاعب قبل الاصابة طيب نيجي بقى للنقطة اللي بعد كده وهي التقييم لعودة اللاعب المصاب للملعب مرة اخرى انا عندي اول حاجة اجراء اختبارات وظيفية وبدنية فانا لازم انا عندي اول حاجة عشان اقيم معدل الشفاء بالنسبة للرياضي او بالنسبة لللاعب بتاعي لازم انا حدد عودة الفرض ده بناء على حالته الطبيعية اللي كان عليها قبل الاصابة وبعد الاصابة دلوقتي هو وصل لايه هل وصل لحالته الطبيعية اللي كان عليها ولا لسه ما وصلش للحالة دي فانا ببدأ اعمله اه اختبارات وظيفية وبدنية عن طريق ان انا بعمل اختبارات للقوى العضلية ببدأ اعمل اختبارات للتحمل العضلي ببدأ اعمل اختبارات للتحمل السرعة بشوفها رجع التاني للحالة اللي كان عليها المصاب قبل الاصابة ولا لسه بعيد يعني ممكن يكون وصل مسلا بنسبة 95% اه او مسلا بنسبة اه اعلى من 95% فعلى حسب سن اللاعب مثلا او على حسب الفروق الفردية طبعا هل مثلا هو هيرجع ولا لا لان في فرق طبعا يا جماعة يعني مثلا الشخص ده وصل لنسبة مية في المية من الشفاق بتاعه لان ما فيش حد بعد ما بيتعرض لاصابة ما فيش حد بيرجع تاني للحالة اللي كان عليها بنسبة مية في المية الا بعد مثلا يعني حتى بنلاحظها في لعبة الكرة بتلاقي ان لعبة الكرة لسه راجع من اصابة بيبقى راجع اه بنقول مثلا بيقدي مستوى مش كويس فبنقول ايه استوى لسه راجع من اصابة فنصبر عليه الكلام ده كله فما فيش لاعب بيرجع بنسبة مية في المية بعد الاصابة ليه بقى لان بيبقى مثلا راجع تاني خايف فطبعا انت عندك الحالة النفسية او الجانب النفسي هو كده ما وصلش للمرحلة اللي كان قابلها لان هو خايف نتيجة النفسية وكل ما بينزل الملعب اي احتكاك او اي حاجة هو خايف على رجله مثلا فخايف ان الاصابة ترجع تاني خصوصا لو هي اصابات صليبي او الاصابات اللي هي مزعجة بالنسبة للعب كرة القدم او اي الرياض بشكل عام فبالتالي اه ممكن يرجع لحالته البدنية اللي كان عليها قبل الاصابة ممكن يرجع لحالته الفنية طبعا مرتبطة بحالته النفسية اللي هو اللعيب نازل خايف فبالتالي حالته الفنية هتلاقيه فنيا مش كويس وصلت لك انا باتكلم في ايه يا جماعة لان فيه برضو يعني هو ما بيوصلش المية في المية من الحالة بتاعته الا بعد ما يدخل بقى ماتشاته وكلام ده كله لكن طول ما هو بيتمر مع زميله وكلام ده هتلاقيه راجع بنسبة 100 في المية لكن لما ييجي ينزل بقى الماتش لان انا عايز اللعب بتاعي في ايه انا عايز اللعب بتاعي في الماتش مش عايزه في التدريبات فلما يبقى في التدريبات مثلا مية في المية وييجي في الماتش على ايه اللعب مش كويس لانه هو لسه يا جماعة لسه ما وصلش اه يعني ما وصلش لسه لحالة المهارية بتاعته اللي كان عليها قبل الاصابة وده طبعا هتيجي بالوقت يعني هتيجي بقى بزيادة الماتشات والاحتكاكات والكلام ده كله مع التأهيل النفسي ان انت هتتكلم معاه نفسيا فطبعا الكلام ده كله هيساعده ان هو يرجع تاني بسرعة فهنبدأ نعمل اختبارات مهارية بالنسبة لي اه اللعب ده لو بيلعب كرة قدم هنعمل له اختبارات مهارية خاصة بكرة القدم لو بيلعب كرة السلة هتعمل هتعمل له اختبارات خاصة بكرة السلة لو بيلعب اي نشاط رياضي هتعمل له اختبارات مهارية خاصة بيه اللعبة اللي هو بيلعبها آآ تالت حاجة هتبدأ ان انت تشتغل اختبارات توازن وحص حركي ورقم اربعة تبدأ تعمل اختبارات ميدانية والاختبارات الميدانية دي يا جماعة عبارة عن او بمنتهى البساطة خالص اختبارات الميدانية دي اللي هي يعني بتتم داخل الملعب زي ما قلنا مثلا ان انت مواقف لعب يعني احنا بنسميها كده في كرة القدم بنسميها مواقف لعب فهذه الاختبارات اللي هي الميدانية ان انا بشوف اللاعب داخل الملعب وابدأ ان انا اشوفه وابدأ ان انا اعمل له اختبارات قبل ما ارجعه تياني يعني مثلا عن طريق ان انا بجي اشتغل مثلا تأسيمه بجي اشتغل مثلا المدرب بقى بيبدأ ان هو يعمل 3 much قبل الماتشات فبتبدأ ان انت تحط اللاعب في اختبارات ميدانية جوا الملعب على حسب طبعا نوع النشاط اللي هو او نوع الرياضة اللي هو بيأديها فبالتالي لازما على شين أرجع اللعب بتاع الملعب لازما أكون عملت له اختبارات وظيفية وبدنية عملت له اختبارات معارية عملت له اختبارات للتوازن والحس الحركي وعملت له اختبارات ميدانية لقيته خلاص رجع للحالة اللي كان عليها قبل الإصابة خلاص هيبدأ أنه يشارك في الماتشات آه في الماتشات هتلاقيه لسه بعيد شوية لأن الماتش بيختلف عن التدريبات هتلاقي مثلا أنه خايف في الماتش هتلاقيه مثلا ان هو لسه راجع من اصابة طويلة فكل ده هيجي بالاحتكاك وهيجي بالماتشات والكلام ده كله فانت هنا بنتكلم بقى في نقطة ان انت ممكن تشوفه في الماتش تقولي ان هو لسه مرجعش لجميع الوظائف بتاعته بنسبة 100% لكن في التدريبات تلاقيه ان هو راجع بنسبة 100% ما فيش مشكلة ممكن تلاقيه مثلا شخص مش رياضي يعني ما بيقديش نشاط رياضي او ما بيعملش نشاط رياضي فممكن تلاقيه وصل للحالة اللي كان عليها بنسبة مثلا يعني مش لازما يوصل بالنسبة 100% ممكن يوصل لأقرب ما يكون للحالة اللي كان عليها يعني هو مثلا حالته قبل الاصابة كانت 100% ممكن مثلا لوصل 80% كويس ما فيش مشكلة ليه لانه هو محتاج ان هو يقدي الوظائف اليومية بتاعته بس اللي هي يمشي كويس ما يحسش بواجع وهو ماشي ما يحسش بزكة وهو ماشي ما يكونش ماشي مثلا ويكون التوازن عنده مش كويس فبالتالي يقع وهو ماشي ممكن مثلا وهو طالع السلم نزل السلم وهو مثلا رايح الشغل اللي هي المتطلبات اليومية يقديها بشكل طبيعي فطالما 80% اللي هي الحالة اللي أقرب ما يكون للحالة اللي كان عليها قبل الاصابة تمام ما فيش مشكلة فبالتالي خلاص ما فيش مشكلة لكن بالنسبة لللاعب بتاعي خصوصا لو بلعب في فرقة كبيرة فلازم يرجع لي خصوصا بقى لو بلعب في زمالك أهلي فلازم يرجع 100% علشان ما يحصلش ضغط من الجمهور ما يحصلش أي يعني اللاعب هيتأثر طبعا بالكلام ده كله فهي طبعا بتختلف زي ما قلتلك على حسب المستوى بتاع الفرقة واللاعب على حسب المرحلة السنية ممكن مثلا اللاعب يكون عنده مثلا 30 سنة فلما يوصل 80% ويرجع يلعب يقولك أنا كده كده يعني هي قدامي سنة ولا سنتين في الملعب فخلاص كده ممكن واحد عنده مثلا 35 سنة فلما يجي يقولك أنا خلاص كده كده مش هلعب كرة تاني فيوصل 80% أو حاجة ويقولك خلاص كده فلازما اللاعب يوصل يعني أنا بفضل إن اللاعب يوصل للحالة طالما شخص رياضي يوصل للحالة اللي كان عليها قبل الإصابة لكن لو شخص مش الرياضي ممكن يوصل للحالة اللي كان يعني أقرب ما يكون للحالة اللي كان عليها قبل الإصابة ما فيش أي مشكلة تاني علشان لو رياضي وصل للحالة اللي هي قريبة اللي كان عليها ورجع تاني ممكن مثلا يكون اللاعب ده بيقدي مجهود عالي بيلعب في مستوى عالي مثلا فرقة زي الزمالك او الاهل بيلعبه ودوري وكاس وافريقيا وبطولة عربية وكذا فانت ممكن اللعب يتصاب تاني لانه مرجعش بنسبة 100% او موصلش للحالة اللي كان عليها قبل الاصابة بنسبة 100% فكلها طبعا حاجات يا جماعة بتختلف على حسب الشخص اللي قدامك وانت اكتر واحد تقدر تحدد هتشتغل ازاي مع المصاب ده لانه هتبقى انت اللي شايفه وانت اللي عارفه وانت اللي عارف مستوى ايه وانت اللي عارف الفروق الفردية عنده ايه وانت اللي هتبقى انت اللي شغال معاه فانت الوحيد اللي هتبقى قادر تحدد او تقيم هل اللعب كده خلاص هيرجع تاني للملعب هل اللعب كده خلاص وصل 100% ولا وصل 90% ولا وصل لنسبة كان بالزبط فدي كلها حاجات انت الوحيد اللي هتبقى قادر تحققها او انت الوحيد اللي قادر تقيمها علشان انت الوحيد اللي عارف كل التفاصيل عن اللاعد وكده نبقى وصلنا لنهاية محاضرة التأهيل ونهاية كورس الإصابات الرياضية والتأهيل البدن اللي بدأناها مع بعض وأتمنى تكون محاضرة خفيفة